على موضوع آخر موضوع الأسمى والخلافة اللي كما قلت لكم في بداية الحديث أن الإمام زين العبدين ما كان معروف عنا يؤمن بنظرية الإمامة كالحسن والحسين والإمام علي وإنما ظهرت هاي النظرية في القرن الثاني الهجري على أيام ولا أقول على يد وفي عهد الإمام الباكر وصادق ولا أدري صحة نسبة هاي النظرية إلى هذين الإمامين يقول المهم في أحد أدعيته ربي صلي على محمد وآل محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب أفضل سلواتك وبارك عليه بركاتك أتم بركاتك ربي صلي على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك الله اختار أطائب أهل بيت لأمره وجعلتهم خزنة ألمك وحفظة دينك وخلفائك في أرضك وحججك على عبادك وطحرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك ما هو الدعاء كله بدون وسيلة ينفي أي وسيلة ما يتخذ الأم وسيلة أنه وسيلة إلى الله مناجات مباشرة مع الله وهذا الدعاء شوفوا فيه نظرية معينة نظرية الإمامية وهذه ما كانت معروفة لا عن إمام زين العبدين ولا ابن زيد ولا عن الأم السابقين ولا حتى اللاحقين إلا أن تنسب إليهم في أوقات اللاحقة وأيضا هذا الصحيفة السجادية دعاء 47 الفقرة 56 ويقول في موضع آخر من الصحيفة اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك حتى عاد صفتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلة وكتابك منبوذة وفرائضك محرفة عن جهات أشرائك وسنن النبي كمتروك الله ملعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياءهم وأتباعهم هذه الصحيفة السجادية دعاء 48 الفقرة من 10 من 19 أيضا هذا الدعاء فيه عنف وفيه لعن ومنهم أعداءهم الأولين والآخرين فيه نظرية الإمامة وحسب القراءة الإمامية للتاريخ الإسلامي أنه فيه نص على هؤلاء الأئمة وفيه اغتصاب من قبل أشخاص معينين لحقهم بالخلافة وبالتالي لازم نلعلهم منسبهم هذا فيه تطرف هذا الدعاء أيضا يشك فيه بحقيقة ففيه ختام الحديث أن صحيفة السجادية فيها أدعية رائعة جميلة بديعة فألا في منتهى التوحيد والحوار والحديث مع الله تعالى ومناجات الله تعالى ولكن أيضا دعنا نكون لن نتطرف تماما لن ننسب كل الأحاديث للإمام وهي كما قلت لكم أن سندها خبر أحد مكتوم سري لم تظهر هذه الصحيفة إلا في القرن الخامس السادس الهجري ولم تشتهر إلا بعد رؤية محمد تق المجلسي الإمام المهدي بالمنام وقلت لحق رهي الصحيفة ولقاها في فلان مكان وهذا فيه شيء من الأسطر يعني داخله في ترويج هذه الأدعية وبعد ما أتحدث عن بقية الأدعية اللي 1240 و250 حديث آخر دعاء آخر هي الخلاصة المعلقة اللي 47 و45 فيها كلام فيها كلام وفيها مناقشة فكيف بالأدعية الأخرى لذلك يجب أن نعرض الأحاديث على القرآن وعلى العقل وعلى الأحاديث الثابتة وما نأخذ كل حديث على أنه وحي وكل دعاء وكل شيء على أنه وحي منزل من السماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة